ايه بقى؟ قول نبدأ بالأهل والسراميكة لبطرة نبدأ شوفت المباراة ازاي النهاردة؟ صراع ما بين الأهلي ما بين كولر ما بين الإجهاد المباراة كأرقام كمجريات كاستحواز سيطرة تهديد للمرمى تحكم في الإيقاع هي وان سايد جيم من الأهل أمام سراميكة سراميكة ما ظهرش بشكل متوقع إنه يكون أفضل من كده بعد مباراة قوية جدا قدمها أمام الأهل في الدوري ما ظهرش بالشكل المتوقع رغم إنه الضفل شيء الأهلي مجهد جدا وهو مريح جدا بقى 11-12 هم ما لعبش مباراة فكان من المتوقع إنه بلي السيطرة البدنية والسيطرة على مجريات الأمور لكن المباراة وأحداث المباراة وكل أرقام المباراة جات عكس كده تماما من وان سايد جيم للأهلي سواء التصويبات على المرمى 19 تصويبها لسبعة التصويبات ما بين القائمين والعرضة بنتكلم على خمسة الواحد ما فيش غير تهديد واحد من سراميك كيلو بطرة خلال المباراة من خلال كرة اللي جات في العرضة ما دون ذلك لأسيطرة جبيرة جدا جدا من وتريد في حاجة في المؤتمر تستطيع ستقولي عليها النعم آه 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 مش في المؤتمر هو كولر ما جاوبش عليها في المؤتمر آه هي لقطة لو تتعرض آآ آآ معنا اللقطة اللي جاب بعد نهاية الشوط الأول آآ وكولر منفاعل نوعا ما وبيتكلم مع دكتور خالد الجوادي المترجم بتاعه وبيتكلم معاه إيه اللي أثار غضب كولر واستياءه آآ بعد ما خلص هنا دخل تكلم مع اللعيب على اللقطة دي آآ يعني اللقطة دي تفسير بقى اللي قاله إيه هو حتى لما تسأل في المؤتمر مرضاش يجاوب آآ لكن هو دخل تكلم مع اللعيب على اللقطة دي مشكلة كولر كانت إياه كريم يعني هو متنرفز كان متنرفز ليه بقى كان متنرفز هنا لأنه في بعض الحاجات طالبة من ملعب من لعبي وسط الملعب تحديداً عمر السلية واحمد نبيل كوكا تتعمل في عملية الزيادة داخل الـ 18 والبنتريشن عكس بقى إمام عشور لما نيجي إلى إمام عشور ما نتكلم هو ليه مبسوط من إمام وليه دايماً إمام بالنسبة له هو رجله الأول في وسط طريق كريم اللقطة اللي بتتعارض دلوقتي دي دخل تتكلم فيها بعدها مباشرة مباينة الشوطين مع عمر السلية ومع كل لعبي توصط الملعب مع الفريبي الكامل لكن هو كان تحديداً اللي أغضبه إنه عمر السلية واحمد نبيل كوكا واحد منهم لازم يعمل عملية الزيادة زي ما بيعملها إمام عشور من الناحية الشمال واحد من الاتنين لازم يعمل عملية الزيادة من الناحية اليمين وما كانوش قادرين يعملوها دخلوا بشارة كلم مع اللعبة كان منفعل شوية لكن هو كولر بطبع ومش حد بيمفعل بزيادة لكن كان منفعل شوية وغاضب من إنه ليه عملية الزيادة ما بيتمش من ناحية اليمين ليه الأوفرلود أو الزيادة العددية ما بيتمش جوهة 18 بشكل جيد عشان توصل النادي الأهل النهاردة يبقى عمل 19 كروسة كريم 19 كروسة لم يستخدمه ليه؟ لأن عملية الزيادة ما كانتش بيتم بشكل كيف إمام عشور راجل دريبلر راجل بيكمل ناحية الشمال مش الراجل بيخش جوهة 18 عشان يعمل إيالعب رأسيات أو يخش يشترك في الكروات العرضية اللي كان مطلوب منه ده كان عمر السلية أو أحمد نبيل كوك أو أحمد الإثنين زي ما عمل الهدف اللي تم إلغاءه في مباراة قروة كروة العرضية اللي استقبلها وحطها بشكل ممتاز وتلغت نفس الشكل ده ما تمش النهاردة خاصة مع نهاية الشوت الأول أهلي بدأ الشوت الأول بشكل ممتاز مع نهاية الشوت الأول ما تعملش لوحي طالب وفراجل كان غاضب جد طيب عظيم جد